بات مشهد طوابير السيارات المصطفة أمراً إعسيادياً في الولايات المتحدة الأمر يتعلق بأمريكيين يريدون اجتياز اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في وقت بلغ متوسط الإصابات بالفيروس في البلاد أرقاماً قياسية قاربت المائتين وستين ألف حالة خلال سبعة أيام الماضية في حين ترجع ذروة الإصابات إلى يناير الماضي بتسجيل ما يقارب مائتين وخمسين ألف إصابة وتصدرت ولايات نيويورك وكاليفورنيا وتكساس قائمة الولايات الأكثر تسجيلاً للإصابات بينما أكدت بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن المتحور أوميكرون أضحى يشكل ثمانية وخمسين فاصل ستة في المئة من المتحورات السائدة في البلاد ترجمة نانسي قنقر